نلتقي في افتتاح مهرجان رامالله للرقص المعاصر يوم غد عرض بعنوان وهو العرض الأول تحت عنوان إلى حد ماء هذا انتاج فلسطيني تونسي مشترك يضم راقصين وموسيقيين من دول عربية وأجنبية هذا العرض اللي فيه تداخل في فنون كثير مثل الموسيقى والرقص السنمة والمسرح أيضا حاضرة في هذا العرض إلا أنه جاء للحديث عن المياه وهو مثابة صرخة غضب وظفته المخرجة والمصممة التونسية نوال اسكندراني في وجه القوة وعلى رأسها إسرائيل اللي حولت المياه إلى غنيمة حرب نوال اسكندراني هي ضيفتنا في الستوديو وأيضا الراقصة من سرية رامالله الأولى والمشاركة في هذا العرض هبا حرحش معنا من داخل الستوديو صباح الخير صباح الخير صباح نوال كيف أصبحتم؟ آه مليح فرحنا أن نكون بفلسطين كل مرة نرجع برامالله نكون فرحانة ومبسوط هاي يعني مش لزيارة الأولى احكي لنا يعني عن علاقتك بفلسطين من قبل من السنين الأبل اي اول مرة جيت في 99 وقتها خالد عليان اللي هو مدير مهرجان رقص المعاصر في رامالله اول مرة جيت والفكرة بش يحاول يعمل مهرجان رقص معاصر في فلسطين ففي 99 استدعاني في شهر سبعة في وسط المهرجان الدولي المهرجان الفلسطيني دولي قدمنا أربع عروض صغار في برزيت وقتها لم يكن تم مصرح في رامالله مصرح القاسبة مش موجود وتعدت بثير مليح يعني بعد جت الانتفاضة الثانية وكل شيء والمهرجان مرجع كان في 2006 وأنا جيت مباعد في 2010 مع العرض ورقة الزيتون في 2011 جيت للندوة في 2012 قدمت هرسلة واليوم إلى حد الماء إلى حد الماء الناس بتقول إلى حد ماء لا بنقولهم هي ماء يعني وهنا بننجر على موضوع الماء هباب انتي كمان هلا عم تتنقلي بين لندن وفلسطين وعم تدرسي رقص معاصر حكي لنا عن دراستك هلا أول شيء أنا عملت تجربة الأداء للعرض هذا في 2012 ومن بعديها بلشنا التدريبات بتونس ووقتيها أجاني القبول للندن أني أكمل الماجستير بالرقص معاصر ويعني إلي من شهر تسعة هذيك السنة وأنا بلندن وعم بيكون يعني تجربة كتير غريبة يعني غير عن كيف أنا متعودة أنه الواحد يفيق الصبح تاخدي حساس من أول من الصبح لساعة ستة للمساء تلوسي كل يوم بتعرفي احنا هون مش بتعودين لنا مالهيك كنا ناخد حساسة باليوم وخلص فهلأ عم بيكون ضغط كتير ضغط كتير بس حلو حلو كتير مبسوطة كتير مبسوطة وبشهر هذا بشهر أربعة فبكرة رح يكون العرض الثاني إلى حد ما صح؟ مش العرض الثاني العرض قدمنا تسعة عروض في تونس عملنا العرض اللول قدمناه في افتتاح مهرجان حمامات الدولي اللي هو أوبن اير ثياتر هذا في اليوم في شهر سبعة وبعد قدمنا عروض في شهر أحداش في تونس في العاصمة يعني بس كمان في وسط الجمهورية يعني من تونس هذا العرض خلينا نقول الأول رح يكوننا بفلسطين بعد تونس وفي رمالة طبعا ومن هون يمكن دأسألك يعني عن فكرة هذا العرض يعني يمكن هو كأداء ورقص يعني رح يكون حاضر على المسرح ولكن الفكرة الأساسية من إلى حد ما وعنوان كمان هذا العرض الفكرة جاءتني في رمالة في 2010 أو الحاجة أنا مستنسى في العروض متاعي كما في 2010 في ورقة الزيتون نحكي كثير على البيئة وأنا نأمل بحاجة أن الفنون ممكن يعاون الناس بشي معناتها تنجم تبعث الرسالة علمية مثلا أنا مانيش علمية معنيش سياسية يعني بس ممكن أن نقدم رسالة في بالفن متاعي يعني بالرقص وكل شيء فجاتني الفكرة في رمالة على خاطر لهنا معناتها مشكلة الماء موجود كتير بطبيعة الموضوع الماء هو موضوع يمس الناس الكل في العالم الكل بس خاصة في المنطقة العربية وخاصة في فلسطين فجاتني الفكرة في 2010 هون أحكيت مع خالد عليان وقالي خلص نعملوا إنتاج مشترك وهايك يعني بدأت الفكرة هاي المرحلة إنك تختاري ثيم للموضوع وتختاري فكرة أساسية وتبني عليها عرض راقص موسيقي قديش بالنسبة لك هذا التحدي وكيف تقدر تبني هاي اللوحة يعني كيف والله أنا باقي نقول الشغل المتاعي والفن المتاعي كل كواحد دي أنا نحس روح كتطبخة معناتها I know the ingredients كما بش تعمل مايوناز مثلا تعرف هل يزم زيت زيتون وكل شي بس بعدك تقيس وتخلي زيت كمان الإنسبرايشن يعني ما فيه ريسيبي فيه ريسيبي وما فيه ريسيبي في نفس الوقت فهك يعني تشوص معينة يعني تشيره اي بشوية بشوية وكمان مع الناس مع الراقيسين مع الموسيقيين فيه كتير فيديو في وسط مع الفيديو داريكتور مع هذا كل شي متكامل يعني متكامل قود وممكن عندك يجيك فكرة ومبعد شهرين تقول لا هذيك غالط وتحل في باب جديد يعني هي بقى حكي لنا عن هاي التجربة انه كمان يعني عن تجربتك في هذا العرض الى حد ما اللي مبني على فكرة المياه اساسا بي فلسطين انت كقراقصة في هذا العرض هل فعلا متشعري في روح يعني في معنى العرض؟ اه كتير خصوصا انه لما يحكي عن الماء في فلسطين لانه شي كتير شخصي وبتحسي فيه لانه عندك تجربة اولى فيه بتحسي فيه بيكون في نقاشات طول وقت عن الموضوع يعني قبل ما تعملوا الاداء والحركات من الناحية التقنية اول ما بلشنا التدريبات بشهرين بتونس كان هو عبارة عن بس انه نشوف كيف منقدر انطور وكيف منقدر يعني نبلش بهذا الاشي انه اول اشي لازم تدخلي جوه وتحسوا فيه بعدين بتلع مش بالعكس فاحنا عملناها هاي التجربة وهلا بس بكل عارض منتذكر ايش حسينا بهاي الفترة ومنحاول نطلع بالعارض حلو حلو وسؤالي هون كيف كان تفاعل الجمهور يعني انطلقت الفكرة من اساس شعورك بهذا الموضوع وموضوع المي بفلسطين كيف كان العروض بتونس وكنتوا تحكو مع الجمهور عن الفكرة او بتتركوا العرض لحاله هو يحكي الموضوع ثم عروض فيه عروض حكينا مع الجمهور يعني حتى بابلك ديسكشن بعض العرض وفيه بعض ساعات كنا نحكيه وهك يعني الناس نقبلوهم وكل شي الجمهور كان مخلط على التسع عروض في تونس حمامات شي تونس العاصمة شي بس وقت يدخلنا في الداخل الجمهورية يعني في منطقة ريفية مثلا كما في باجة والكاف والناس ما همش ستين سين يتفرجوا في عكس رقص معاصر جاءوا على خاطر ممكن يحكي على المية وكل شي كان فيه ناس كما كنت نحكي البارح فلاحيين جاءوا فلاح فلاح يعني بالشلاغم وكل شي وشافوا هذا العلمانون كانوا هك بعد يعني حسوا هذي كعليش قلت اللي ممكن بالفن نجم تقدم رسالة حتى للناس اللي ما همش ستينسين بالفن وبالرقص المعاصر ولا بايشي فالناس كانوا يعني فرحانين يقول لك لازم مثلا اشتغلنا ساعات مع المدرسة وجيبنا اطفال ثم ابنية صغيرة قالت اول عرض عملناه اخر عرض في تونس جاء سياسي يعني واحد اوزير لاهي بالبيئة وعملنا دي بيت ولهذا التفلا عمرها بثلاثين ثلاثاش من سنة قالوا لي هو قالوا اعليش مليش اكثر من شي هذا يعني بالمدرسة بكل شي احنا نحسوه فلا الجمهور الجمهور كانوا خادت في تونس كان فيه اجانب كمان ايش يعني وهون بدي اصلك عن الجنسيات اللي كانت مشاركة في العرض هو تونس فلسطيني مشترك ولكن كمان بضم الناس من دول عربية واجنبية مختلفة كان مختلف عندنا عنا راقص مصري محمود ربيعي حيب حرحش وجوما دبعيس من فلسطين من تونس كتير ناس راقصيين في راقصة فرنسوية محمود ربيعي راقص برزيلي اسمه برونو سيرا فالي دا سيوفا والموسيقيين كمان في يمن من تونس جاهور باستيالي هو الكومبوزر وكنت عنا معنا موسيقي لبناني تبقى ما جيش الفلسطين لانه مش ممكن هو الوحيد ما اجل باقي كلهم موجودين لا وفي خسارة البيانيست تونسي محمود علي كامون موسيقي لتصريح فعوذنا مع واحد بلجيكي اللي جابت البارح من برسل يعني فهذا كان كل شي جديد وموسيقي فلسطيني سامر شو اسمه؟ سامر جلدات ممكن؟ سامر جلدات قدي تقريبا لحيكمون عدد العارضين في كل في اثناش راقصين واربع موسيقيين ستاش هبه تجربتك كيف انه يكون في من جنسيات مختلفة يعني ناس معكم راقصين اثناء التدريبات اللي كانت وانه يكون في كمان معكم اشخاص من جنسيات اخرى كيف انعكست على تجربتك انت الشخصية؟ كانت واو كانت كثير حلوة لانه يعني نحطينا بمحل فيه من كل محل من كل قائلة وكان كل واحد خبرته بخبرته يعني كل واحد غير عن الثاني وخصوصا بالماء لانه واحدة من فلنسا مثلا فكل واحد كان خبرته مثلا بالماء كثير غير عن الثاني فحلو لانه قدرنا نشوف ايش كل واحد فينا بقدر يقدم لهذا لوانكا مصممة ومخرجة لهذا العرض وفي مهرجان الرقص المعاصر وانتي حكيتي انه من التسعينات وانتي بتفكري انه بده يدخل الرقص المعاصر بفلسطين اليوم كيف بتشوفي اداء وعمل المهرجان كمهرجان وايضا الراقصين في هذا المجال الفلسطينيين انا معنتها ملتا تسعة وتسعين لليوم الخدمة الشغلة اللي تعمل يعني ملتصرية مع خالد عليان كتير كتير حلو ومهم لانه واقلي جيت في تسعة وتسعين كان فيش منجب نقول حد شي واليوم واقلي نشوف الشي اللي تبنيه يعني رقصين اللي موجودين كهيبة كما فرح سالة كما سلمة أمل الختيب يازان يعني وانا عندي كتير أخاتر كنت وقلي كنت نحكي مع خالد وهو كان يشوف في المستقبل يقول مالا رقص المعاصر نجمه ممكن نبنيه نبنيه شي مهم للفن وللشباب في فلسطين وهذا الحلم اليوم في شي ملموس تنجمه تشده تشد في حاجة وتنجمه تشوف الخط الأحمر كيف كان هك كانت فكرة واليوم في ثمقنترة البارح البارح في التسعينات كانت خيت حلم واليوم في شي معانتها موجود وأنا كتير كتير مبسوطة ونسى برافو برافو لأنه نعرف قديش السرية وخالد وناس الكل في السرية معانتها الشدو وكيفاش خدنوا مبعادهم والسوليداريتي والشباب معانتها هما البكرة يواصلوا المهرجان بس مش المهرجان بس رقص رقص كشغل كشغل هبا أكيد مفكرة كمان تكملي في هذا المجال خاصة بعد فرصة المجستير طبعا أكيد أصلا أنا عملت المجستير عشان أقدر أجي أرجع هون و أبني إشي أبني إشي يعني كون سولد قوي هبا متحمسة على عرض بكرة يعني وقديك بالنسبة لكم كعرضين بيكون الفرق أنه بس تكتارد في بلدك يعني كان في عرض بتونس بس بكرة إلى حد ما يعني حتى وأنتو كمان فلسطينية وفي كمان من جنسيات تانية أش بعني لك بكرة كيف حاسك؟ مبسوطة كتير وكتير خايفة كتير خايفة لأنه عرضنا بتونس سهلا نعرض بفلسطين الخوف مؤشرة منيح نوال صح؟ الخوف العرضين مؤشرة منيح الخوف معناتها شوف شوف كما يقولون في تونس لازم بس كتير إني جميع قسلك النفس ف صحيح نعم نعم لكن عندي ثقة إنه جميع 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 أنا خاطر مش سهل الوقت تخلط ناس اللي ما يعرفوش بعضهم وجايين من معناتها كل واحد جاي بالثقافة متاعه فما كانش سهل بس ما بي أنا عملت للاختيار الصحيح وهذا مهم في كمان أحمد خميس من جزائر نسيته فهو تحدي عمليا فردي لكل شخص وتحدي كمان جماعي لكل المجموعة أن يكون بكرة العرض زي ما كل واحد فيكم أكيد بتمانا نحب نقول للموسيقين ورقيسين والتكنيشينز كلهم مبسوتين معتها فرحانين بيش يكونوا برامالا فإن شاء الله هالجمهور في رامالا يحب العرض أكيد وهي كمان نقول هون للناس أن هاي دعوة بكرة العرض سيكون هو افتتاح مهرجان للرقص المعاصر الساعة سبعة سبعة ونص سبعة ونص سيكون بمدينة رامالا بقصر رامالا الثقافي أتمنى لكم كل التوفيق وأكيد متأكدين أنه سيكون عرض مبهر وهي كمان دعوة للناس تنضم لكم هبا أتمنى لكم التوفيق نوال أكيد حتى الخوف اللي بتحكي عنه هبا والتحدي الموجود أنت كمان أكيد كنت العمود الأساسي في أنك تخلقي هذا العرض وهذا التحدي أن يكون فيه جنسيات مختلفة وكمان يكون هذا العرض في فلسطين شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق شكرا نذكر الناس بكرة افتتاح مهرجان رامالا للرقص المعاصر الساعة 7 ونص بقصر رامالا الثقافي سنذهب إلى فاصل ونكمل محطاتنا خليكم معنا